السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ممكن اسأل حضرتك السؤال يا شيخ حضرتك تفضل وهو انا لو في حد ظلمني وسبني واتهمني اتهم زور وانا حرام اقول حسب يا الله ونعم الوكيل لا يا سيدي اقول حسب يا الله ونعم الوكيل بملء الفم ببساطة خالص اقول حسب يا الله ونعم الوكيل ده ذكر وذكر جميل اوي اوي بالعكس تذكر يملأ قلبك ممكن يملأ قلبك بالراحة بس هو السؤال هو يملأ قلبك بالراحة او اذا بالانتقام هو ده اللي انا عايزه بقى ان انت لما تقول حسب يا الله ونعم الوكيل ارتاح ان انت تركت الامر لله هو ده معنى حسب يا الله ونعم الوكيل ان الله توكل عندي في رد حقي وتوكل عني في ان يطيب خاطري خلاص انتهينا لما تقول حسب يا الله ونعم الوكيل انتهينا ترتاح مش دفتل تقول حسب يا الله ونعم الوكيل وتشحن نفسك بالانتقام لا ده مش صح الامر التاني هل تحب حاجة افضل من كده الحاجة اللي افضل من كده ان انت تقول حسب يا الله افضل من انك تقول حسب يا الله ونعم الوكيل ان انت دلوقتي مظلوم و حضرت النبي قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ادعي نفسك ادعي نفسك أن ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك ويرزقك ويجعلك من الصالحين ويجعلك من الصبرين ويفتح عليك فتوح العارفين ويجعلك من أهل راحة البال ويجعلك من أهل شرح الصدر سأتعي يكون الأمر ده أفضل من يوم مرة يا سيدي هو ده الكلام الحقيقي هو ده اللي وصلك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى أنا بس بفكركم أننا نحن النهاردة اتكلمنا على شيء مهم على حديث من أروع ومن أجمل ومن أكثر حديث رسول الله حكمة وهو حديث السفينة وبذكركم بالإجراءات اللي احنا قلناها وبذكركم كمان بالمناجاء اللي احنا ذكرناها هذه المناجاء مناجاء الله سبحانه وتعالى يكتب لنا بها الخير والسعة والبركة ربنا يزيد عليكم الخير والنور والفضل ويجعلنا دايما في حماة ويجعلنا دايما من أهل النجاة ولا يجعلنا يوم نكون مع حد في سفينة فيفكر تفكير أخرق ولا احنا كمان يكون عندنا تفكير أخرق نخرق بها سفينة الأسرة أو سفينة المجتمع لكن دايما نكون من القائمين على حدود الله المستقيمين التي تكون الاستقامة على حبهم لله أعظم علامة اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ارحمنا بالاستقامة وبالنور والبركة على الدوام في كل وقت وحين